وعندنا طبعا متابعة واهتمام بالحالة الطبية والجاهزية الطبية واستشفاء عدد من نجومنا اللي كانوا غيبين عن المباريات في الفترة اللي فاتت وبيتم تجهيزهم سواء ببرامج علاجية أو تأهيلية والمتابعة الطبية أيضا المتخصصة مهمة جدا في المرحلة دي زي نجم دفاع الفريق محمود متولي خضع محمود متولي لأشعة جديدة وعرضت على خبير في الإمارات والخبير الألماني طلب بعدم الاستعجال في عودة اللعب أو الدفع به في المباريات وأنه يحصل على أكبر قدر ممكن من الوقت اللي تجهيزه طبيا بأفضل شكل ممكن حتى لا تعود له ألام الإصابة أو حتى لا تعود شكاوى من الإصابة مرة أخرى أو تجددها وأنه يبقى فيه طمئنان بنسبة 100% إن شاء الله على أنه في أتم حالاته البدنية والجاهزية الطبية الكاملة للعودة والمشاركة بقوة في التدريبات الجامعية والمباريات بيغضع لبرنامج متخصص نجمينة محمود متولي لتأهيله بدنيا وإعادته للمعدلات البدنية الجيدة تدريبات في الجام والاهتمام باليقتل بدنية ولكن بشكل بيغضع لمتابعة ورقابة طبية حتى لا يؤثر الأمر بأي شكل سلبي على برنامجه العلاجي واستشفاءه من الإصابة الجهاز الفني يصرف النظر عن وديد معسكر الإمارات تم الاتفاق بين المسؤولين في الجهاز الفني للفريق الأول لقرة القدم في النادي الأهلي على الاكتفاء بالتدريبات اليومية طبعا اللي بتجرى وبيستضفها ملعب شباب أهلي دبي للتحضير المواجهات المهمة اللي هيخدها الفريق في الفترة الجاية إن شاء الله على مستوى الدوري العام أو البطولة الأفريقية وتم صرف النظر أو خلاص اتفقوا على أنه ليس هناك ضرورة ملحة لخوض مباراودية على هامش المعسكر في الإمارات الكابتن سيد عبد الحفيز بيكشف عن موعد انضمام الأفريقة لمنتخبات بلادهم عندنا أكتر من نجم من النجوم العرب والأفريقة في الفريق الأول لقرة القدم في النادي الأهلي بنتكلم عن معلول أزارو جيرالدو وعندهم ارتباطات رسمية مع منتخبات بلادهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2021 بيؤكد كابتن سيد عبد الحفيز إن المواعيد تم تحددها وإن اللاعبين هينضموا فورا إلى منتخبات بلادهم عقب نهاية المعسكر المقام حاليا في الإمارات بينضم معلول لمنتخب تونس لخوض لقائي ليبيا وغينيا الاستوائية وحتقام المباريات أيام 15 و19 من شهر نوفمبر وأزارو لمنتخب المغرب حيواجه كل من موريتانيا وبورندي في المواعيد المخصصة للمباراتين وأيضا جيرالدو مع منتخب أنجولا مخصص للمباراتين مع كل من جامبيا والجابون أيام 13 و17 من الشهر الجاري بينتهي معسكر الأهلي تم الاتفاق على إنهاء المعسكر يوم الأربعاء المقبل وعودة البعثة إلى القاهرة إن شاء الله بعد خوض الفريق لتدريب في صباح يوم الأربعاء ثم المغادرة إلى القاهرة نجم حراسة مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي بيتكلم عن الفترة اللي جاية بيقول كلام مهم جدا عن تركيزه وتركيز كل زملائه من نجومه لعبي الفريق والطموحات الخاصة بالفوز بدوري الأبطال الأفريقي إن شاء الله في الفترة القادمة اتكلم نجم حراسة المرمى على مستوى النادي الأهلي ومنتخب مصر فيه أكتر من اتجاه قال إن الفترة الجاية عايزة تركيز كبير جدا قال إن فيه إيجابيات وروح إيجابية في الفريق وشكل جديد فني بقيادة الجهاز الفني الحالي بقيادة ريني فييلر وإن هذه الإيجابيات بدأت من تدارج أخطاء الموسم السابق وإنهاء الموسم بنجاح بالفوز ببطولة الدوري العام المصري لكرة القدم وأضاف أيضا إن المنافسة في الفترة دي على مستوى دوري الأبطال الأفريقي أصبحت أكثر صعوبة لارتفاع مستوى عدد من المنافسين وزيادة عدد الفرق اللي بتتنافس على اللقب وأيضا استعانتها بأكثر من نجم محترف من البلاد العربية والأفريقية ده كان كلام مهم جدا لنجم حراسة المرمى محمد الشناوي وتكلم عن إن خريطة الكرة تغيرت بنسبة كبيرة في السنتين اللي فاتوا أو في الموسمين الأخيرين وبيقول إنه الأمل كبير جدا إن شاء الله في الفوز بدوري الأبطال وإن ده الحافظ والطموح والهدف الرئيسي له والزملائه كان عندنا كمان أكثر من خبر آخر عندنا متابعة مجلس النواب المصري لتصويت الاتحاد أو اللجنة الخماسية بشأن حصول محمد صلاح أو دعم محمد صلاح في المنافسة على لقب أفضل لاعب عالميا كان هذا الأمر يتكلم عنه الدكتور جمال محمد علي وقام بتبريئة اللجنة الخماسية تماما بشكل علمي وأكاديمي وبالمواعيد اللي قدم فيها هذا الصوت للاتحاد المصري قبل ما تتسلم هذه اللجنة عملها وتباشر عملها بشكل رسمي يوم 24 بعد تكلفها يوم 20 أغسطس وكان المثبت بالتقارير والأوراق الرسمية إن هذا الصوت المصري للاتحاد تم إرساله إلى الاتحاد الدولي قبل هذا التاريخ في يوم 16 من أغسطس